شوفي أبو يحيى الناس حملوني السلام والأمانة لك أول شيء قالوا يا أحمد أنت أبو يحي دائما تطرحون قضايا الشعر في البداية فليما تطرحون قضايا شعرية بسيطة كده أبو الدقيقة قلت له مبشروا بداية من اليوم في قصيدة القسم الملوح طرح اشكالية هل المحب إذا دنى من حبيب ويرتاح أو البعد أقرب فهو يقول ألا يا صبا نجد متى هجتي من نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي وقد زعموا أن المحب إذا دنى يمل وأن البعد يشفي من الوجدي بكل تداوينا ولم يشفي ولم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بلا فعن إذا كان من تهواه ليس بذي وذي هل نقش كليتنا الآن يقول هو بكل تداوينا يعني تداوينا بالبعد وبالقرب ولم يشف ما بنا على أن قرب الدار حل نطرح الاشكالية هل اقترى ابن المحبوب تقترب حتى تحترق ام تبتعد حتى ايش يسمونه ايش تحترق حتى تبكي مثلا هذه اشكالية نبدأ فيها كل اسبوع نطرح بيت في اشكالية